السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني اخواتي مرحبا بكم في حلقة جديدة. وفي هذه الحلقة اخواني سوف نبارتج معكم واحد القرار اللي هو اه تصدق عليه وزير الاول ديال كيبك فرنسوا لوغو نهار عشرين شهر طمينيا الفين اوربعة وعشرين. وهذا القرار خاص بمدينة موريالا واللي هو تجميد توضيف العمال الاجانب واللي هما حاصلين على عقود عمل مؤقتة. والمدة دي التجميد هذا ستة اشهر ابتداء من ثلاثة شهر تسعود الفين اوربعة وعشرين. واش كون هما هاد الناس دول اللي يمعنيين بهذا القرار دي التجميد. يعني الناس اللي معنيين بهذا القرار ده هما اللي حاصلين على الترخيص عمل مؤقت يعني البيرمي دوترافاي تنبورير يعني ابتداءنا من اه ثلاثة شهر تسعود الفين اوربعة وعشرين. واللي عندهم اجر السنوي اللي هما كيشدوا كل عام سبعة وخمسين الف دولار يعني اللي كيشدوا يعني سبعة وعشرين دولار للساعة. يعني هاده هما الوظائف او اللي هاده هما اه الاشخاص اللي هما معنيين بهذا القرار ده هني الناس اللي عندهم عقود عمل اللي عندهم اه يعني الراتب الساعة سبعة وعشرين اه دولار للساعة واللي كيشدوا سبعة وخمسين الف دولار للسنة. وعني اه والقطاعات اللي هما ما معنيينش اللي هما اه المهن والقطاعات اللي هما ما معنيينش بهذا القرار هذا اللي هما القطاع الصحة القطعة دي التعليم البناء الزراعة والمصانع اللي هي مصانع ديال التغذية اللي كتصاوب من مواد الغذائية. اذا هده هما القطاعات اللي ممعنيين شبهات القرار هذا ديال التجميد. اذا يعني وبالنسبة اللي حاصلين على عقود عمل قبل من ثلاثة شرط سعود الفين اربعة وعشرين يعني هاده غير معنيين وخهما اه يعني ما ما يعني وخه عندهم سبعة وعشرين دولار في الساعة وعندهم سبعة وخمسين الف دولار للسنة هاده ما معنيينش علاش لانه جواوا قبل هاد القرار هذا يعني كل واحد جاء في ثلاثة شرط سعود الفين وعشرين او لا اه بعد من ثلاثة سعود الفين وعشرين فان هاد العقود هاده اه ما ما تلاش عندهم صلاحية باش انهم يمشيوا يخدموا في كندا وبالضغط في مدينة موريا لان هاد الشي خاص بمدينة موريا لان هاد هاد جميده ده خاص فقط بهاد يعني بمدينة موريال اللي كان في مقاطعة كيبيك. لان را كيني مزاف دي المقاطعة يعني كيني تقريبا شي عشرة دي المقاطعات او الولايات. وموريال هي اكبر مدينة في اه مقاطعة كيبيك. يعني اكبر مدينة اللي هي كينة في مقاطعة كيبيك. وبالنسبة للناس اللي هما بغين يخدموا في هاد الا اولا حاصلين على هاد العقود او اقدروا عقود عمل مع اه يعني مع الشركة اللي كينين في مدينة موريال فانهم يعني اه فان هاد العقود هادو اولا هاد لي ما بقاوش صالحين يعني ابتداء من ثلاثة شرط سعود. عندك مثلا عقد عمل في اه تمانية وعشرين شرط مانية او لا في ثلاثة وعشرين شرط مانية اولا في واحد اولا في جوج شرط سعود هادو اه عقود عمل صالحة ولكن الناس اللي عندهم عقود عمل ابتداء من شهر اه تسعود يعني ثلاثة شرط سعود يعني ثلاثة شرط سعود يعني المدة دي المونة المدة دي لدى تجميدها دا قد يكون ست شهور يعني فداء من ثلاثة شرط سعود اه قاعد الناس هدو اللي حاصلين على هاد العقود العمل لا قليل علي عقود عمل مؤقتة يعني كنظر لكم على مؤقتا الماشي دائما يعني هذا الشرط خاص من الناس اللي هما كيكون عندهم عقود عمل اللي ابتداء ما كيكون عندهم بدأ الزناس اه ولا عامين او العام ولا استأ Regardless اربع سنين يعني كيكون مؤقتة يعني conservative عقود عمل مؤقتة هادو هما اللي معنين بالامر والناس اللي انش من امره الامر له هن، ولا القطاعات اللي ما معنينيش بات المتجمد هادان اللي هوه اه القطعة دي الصحة عند عقد عمل لصحة وعقد عمل دي التعليم وعقد عمل دي البناء وعقد عمل للتزيرة والمصانع دي الاتغذية هادو رمعانياش بات القرار هده من غير هاد الاني من غير هاد القطاعات هادو بحلل متلا القطاع ديل الفناديق يعني اه الاسيرفير او مثلا الكوزينية او ههكم اللي معنيين بهذه في تجميد هذا وبالخصوص الناس اللي عندهم ترخيص العمل المؤقت وبالضبط الناس اللي عندهم اه ها الصالير هذه اللي هو الصالير نقص اللي هو سبعة وعوان وين دولار للسعة واللي كيتقدو الأجر أو الأجر في السنة يعني 57 ألف دولار يعني تقريبا كتكون ديك 27 دولار للساعة يعني كل عقد عمل في 27 دولار للساعة راه هادو هما اللي معنين بهذا التجميد هذا يعني منسبة كذلك للناس اللي عندهم مثلا عقود عمل اللي غادي تسالي مثلا في 13 سعود يعني في البداية دي لها التجميد هذا يمكن لهم أنهم يجددوا العقد gyda يعني هادو شي على حسب الشركة اللي انت خدم فيها اللي انت ضيج نخدم فيها يعني هاد CON świ درانا بالنسبة للناس هما كينين في كاناظا حاليا كانs كينة في كاناظا وخدامين في كاناظا والعقد العامل لهم غادي سالي في 13 سعود. يعني نهارفاش غادي هادو هادو تجميد هذا اذا درس على هذه يا هادو يمكن لهم أنهم يجددوا العقد لهم يعني إلى حسب هذه Geschو Experiment لهم إلا بغي يجدد معهم مزيان إلا كانت الخدمة ديله مزيانة وخدم زيان وناشيط في الخدمة ديله هذا القرار كيرجع لصاحب العمل بغي يجدد معك ماشي مشكل يجدد معك ولكن في واحد الحالة إلا غادي يرفع من الأجر ديل يعني أكثر من سبعة وعشرين دولار يعني قدر يدير معك سبعة وربعين دولار أولا ثلاثين دولار أولا خمسة وثلاثين دولار قبل الساعة ومخصوش يبقى في سبعة وعشرين دولار يعني إلا جدد معك ولدار معك سبعة وعشرين دولار أولا أقل من سبعة وعشرين دولار هرا غادي يطبق عليك القرار يعني هاتشي اللي بغين هما بغين أنهم يسويوا الوضوعية ديل هذا العمال هادو وكذلك يقللوا من هذا العمال اللي كيمشوا اللي كيديروا هادو بيرميدو تراضاي اللي كتكون عندهم أقل يعني السالير اللي كي يعني اللي كي يكون أقل من سبعة وعشرين دولار للساعة يعني هادو هما الناس المعنيين إذن بالنسبة لهذا التجميد هذا اللي كيخص آآ الشباب اللي هم عندهم عقود عمل مؤقتة آآ المدة ديل التجميد هذا اللي غادي يبدأ من آآ ثلاثة شرط سعود آآ ثلاثة وعشرين والمدة ديلو ستة أشهر يعني غادي آآ يديرو ستة شهور حتى يتحلو المشاكل يعني كين بزاف دي المشاكل في هذا الجانب دي دي المهاجرين يعني كين واحد العدد الكبير دي المهاجرين ستمائة ألف مهاجر كينين أو ستمائة ألف مهاجر اللي عندهم عقد عمل مؤقت كينين في آآ آآ في كندا كين نفي كان في في كيبك عرفها عرف تع espect arter وهذا العدد ديرأ كثير بزاف يعني هذا العدد كثير بزاف يعني مال أحسن أنكم تشوفوا آآ مقاطعات خريني كين ينا عشر ديل المقاطعات شوفوا مقاطعين الشير بارف شرط مكان ماهاجر Commission enrichment ما يعني شاء المدن اولى لمقاطعة الدولين كيندى قلوانك بل كين نوع المقاطعة من المقاطع لو Aerial المدينة ديل موريال يعني المدينة ديل موريال اللي كان في مقاطعة كيبيك. يعني اذا شفتوا مراطق او مدن اخرى في مقاطعة اخرى من الاحسن من الاحسن تشوفوا مدن اللي هي اه ما فيها شهد القرار هذا يعني القرار هي يعني خاصة مدينة موريال اللي هو غايت تطبق فيها او لا تطبق فيها هاد القرار هذا انطلاقها من اه التاريخ ديه ثلاثة شرط سعود الفين وربعة واشرين اذا ده هو الخبر اللي اللي بغيت نتقاسم معكم والان غد نخليكم مع اه تصريح ديال الوزير الاول اللي هو فرنسواء اللي غاد سمعوه وغاد اه تسمعو هذا الخبر ده انطلاقا من تصريح اللي دارو في اه الملتقى الصحفي اللي دارو في اه يعني في موريال. في اهج estoy لي62 موراتي على سابقeline على جانب الموريال على سابقل الجمع على سابقل الجمع على سابقل جمع على سابقل الجمع العام على سابقل من جمع سابقل من جمع لعملوزه لهم لغيتنا لتماد لديه قوة منك باكد المشكلة، من شبه في بعض الأخطاء، كما يحدثون مشكلة عنه في عام الكثير منها. J'ai un devoir, on a tous un devoir de réduire le nombre d'immigrants temporaires pour être capable de protéger nos services publics. On doit absolument réduire le nombre d'immigrants à Montréal pour protéger le français. Sous-titrage ST' 501